في إطار محارفة الجريمة المنظمة العابرة للحدود خاصة العصابات الإجرامية التي تنشط في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تنظيم رحلات الإبحار السيري عبر البحر واستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مفادوا استغلال هذه العصابات الإجرامية لحالة هدوء البحر لمحاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر أحد شواطئ بلدية من عبد المالك رمضان ولاية مستغانم وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تفعيل جميع نقاط الرصد والمراقبة اختصاص الدرك الوطني وبالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراء السواحل تم وضع خطة محكمة باستعمال تقنيات التتبع الرصد والمراقبة ليتمكن بتاريخ 6 أكتوبر 2024 أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم موضع عامين بفرقتين الأمن والتدخل للدرك الوطني بسيد علي وبن عبد المالك رمضان من إحباط هذا المخطط الإجراني لإغراق ولاية مستغانم والولايات المجاورة بالأقراص المهلويسة حيث تم حجز 100 ألف قرص مهلويس نوع إكستازي من مختلف الأنواع والألوان بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 20 مليار سنتين زورق مطاطي محرك نوع سوزوكي 150 حصان وتم دلاء بنزين سعة 30 لتر إضافة إلى هواتف نقالة مع توقيف ثلاث مشتبه فيهم من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إكستازي ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وجناية تهريب المهدد للصحة العمومية سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة 24 ساعة إلى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع مع ضمان تدخل السريع والفعال عند الضرورة وفي كل وقت مع الوضع تحت تصرف الرقم الأخضر 10.55 وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz اشتركوا في القناة